موسيقى دحية طيبة مشاهدي الكرام أليس من الخطأ التبشير بزوال حركات المقاومة في المنطقة بعد المواجهة الحالية مع إسرائيل أليس وجودها مرتبطا بوجود الاحتلال والظلم والطغيان ألا تعود المقاومة الفلسطينية مثلا بشكل جديد بين الحين والآخر هل سينسى الفلسطين واللبناني جرائم الاحتلال ولو بعد عشرات السنين أليست حركات المقاومة قادرة على إعادة إنتاج نفسها وخلق قياداتها الجديدة لكن في المقابل ألم تصبح الحركات وحيدة في الميدان بعد أن خذلها القاصي والداني أليس هناك شبه إجماع عربي على التخلص منها ألم تفقد حواضنها الشعبية في فلسطين ولبنان واليمن والعراق بعد أن تسببت بخراب البلاد وهلاك العباد ماذا حققت حركات المقاومة للشعوب على مدى عقود سوى الخراب والدمار والقتل والتشريد ألم تسقط عسكريا وإيديولوجيا أسئلة أطرحها على الخبير في شؤون حركات المقاومة الدكتور حذيفة عبدالله عزام وعلى الإعلامي اللبناني رامي نعيم نبدأ نقاش بعد الفصل أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام نحن معكم في برنامج الاتجاه المعاكس رامي نعيم لو بدأت معك هل تعتقد أن هذه هي الجولة الأخيرة لحركات المقاومة في المنطقة؟ أولا أتمنى وثانيا أعتقد تتمنى أولا أتمنى تتمنى ماذا؟ تتمنى أن تكون هذه الجولة الأخيرة لحركات المقاومة في المنطقة أتمنى ذلك علنا وهذا الموضوع بات من المسلمات المجتمع العربي لم يستطع أبدا تحمل ولن يستطيع تحمل أكثر فأكثر كل هذا ما يسمى بين مزدوجين حركات مقاومة أخذت هذه الشعوب إلى الموت إلى الانتحار المجتمع العربي يبحث اليوم عن مقاومة مختلفة وهنا لا أتحدث عندما يقولون المقاومة السلمية وماذا فعلت وماذا؟ العلاقة مع إسرائيل قبل اتفاقات إسرائيل مع الدول العربية تختلف عن العراقة مع إسرائيل حين كانت تعتبر العرب أعداء لإسرائيل وكان العرب يعتبرونها أعداء عدوة الأمور تختلف اليوم علينا أن نرى جيدا بأننا كل ما قدمناه لهذه الشعوب العربية من خلال هذه حركات المقاومة هو الموت والدمار والبؤس والفقر وهو أيضا أكثر من ذلك الجهل هؤلاء ينظرون اليوم إلى هذه الحركات بأنها قتلتهم الأجيال الصاعدة لا ترى في المقاومة وفي كل ما يسمى مقاومة في المنطقة خير ممثل لها بل تنظر إلى كل المجتمعات الإسلامية في المنطقة المتطورة والتي استطاعت أن تبني دولا وشعوبا ومجتمعات إلى أنها فعلا تمثلها وترى فيها صورة حقيقية لمقاومة حقيقية لم تستطع إسرائيل اختراقها على العكس ما فعلت بكل ما يسمى مقاومات في المنطقة في لبنان في لبنان في العراق أيوة في اليمن في سوريا في فلسطين في أي منطقة أي منطقة قامت فيها ما يسمى مقاومة وتحولت فيما بعد إلى مشروع آخر يمكن أن أتحدث عنه لاعقا مشروع إيراني كل هذه المقاومة ما يسمى بحركات المقاومة خسرت مقاومات المقاومة وتحولت إلى أداة لا تخدم الشعوب بل تخدم أجنتات سياسية وإيديولوجية وفي هذه المنطقة وخسرت شرعيتها الرجل يتمنى أن تكون هذه الجولة الأخيرة لحركات المقاومة الجولة الأخيرة لحركات المقاومة في حال حصل التحرر إذا حصل التحرر لسنا بحاجة حركات المقاومة المقاومة رد فعل طبيعي على الاحتلال فلسطين من عام 1917 ترضق تحت الاحتلال صاحبنا يتحدث على أن الحركات التي جاءت في 1987 ويحملها مسؤولة الشعب الفلسطيني ونكبة الشعب الفلسطيني تغير مشروع يا أستاذي تغير مشروع تحكينا عن السبعة وثمانين أنا لم أقول لك السبعة وثمانين أنا أتحدث عن الحركات فس دقيقة فضل 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 أنا لم أقاطعك فضل حركات المقاومة رد فعل طبيعي على الاحتلال هذا جهاد دفع وجهات الدفع لا يشترط له شرط لا في الأديان ولا في الأعراف ولا في القوانين الدولية ولا في المعاجب الإنسانية إنسان دخل بيتي من الطبيعي أن أقومه وأدفعه هذا أمر لا يختلف عليه اثنان أنا لا أريد حركات مقاومة سيدي الدول المتطورة المتحدثة عنها تتفضل تحرر لنا فلسطين ومن البكرة منا نسحب السلاح من المقاومة من كل الناس لكن أن تقصر الدول في واجبها وأن تقصر الدول في تحرير فلسطين من أكثر من 108 سنوات نحن 1917 خضعنا للاحتلال البريطاني بعد الاحتلال البريطاني سلمونا 1948 للعصابات اليهودية بعد 1948 و 1967 رحت فلسطين بالكامل وأخذوا أجزاء من الأردن وأجزاء من سوريا وأجزاء من مصر ثم بعد هذا كله تقول لماذا حركات المقاومة الشعوب وقفت تنتظر لما خرج الناس من فلسطين خرجوا وهم يأخذون من خفى وزنه وغلى ثمنه لأنه رجعين بعد أسبوع وعدوهم الجيوش العربية أنهم ساعدوهم بعد أسبوع أسبوعين جميل جميل طيب يعني باختصار شديد كي نخوض في التاريخ باختصار شديد هو لا يريد حركات مقاومة تتفضل الجيوش العربية الموجودة وتحرر لنا فلسطين يلا ما بدنا مقاومة لكن أين الجيوش الحل بالجيوش أين الجيوش العربية أين الجيوش الإسلامية ليس الحل بالجيوش يا أستاذ ليس الحل بالجيوش عندما شعرتم بأن هناك تسوية حقيقية في المنطقة في المناسبة لا ما أخذ دقيقتين فأكل لك لا 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 ما أتكلم أكثر منك هو نقاش يعني بالأخير حبيبنا هو نقاش لم أنا قلت لك حركات المقاومة هي حركات عفوية قامت كرد فعل طبيعي على الاحتلال إنسان دخل داري احتل بيتي انتهى كعرضي اعتقل أخي قتل أبي قتل أمي قتل ابنتي ما هي ردة الفعل الطبيعية أجلسة تفرج ولا أقوم مدافع بما أستطيع ماشي باختصار كي تأخذ وقتك المقاومة إلى أين على ضوء ما يحدث الآن البعض يقول لك أنا سألت سؤال هل تكون هذه الجولة الأخيرة على ضوء ما يحدث الآن هناك عملية تجريف كاملة لحركات المقاومة في المنطقة في غزة في لبنان في كل مكان حتى في سوريا الآن إلى أين كي أنتقل هذه الجولة الأولى من الملحمة الأخيرة والأيام بيننا الملحمة ستطول والحرب لن تقف قريبا الملحمة ستطول لكنها الجولة الأولى من الملحمة الأخيرة التي بشرياتها موجودة لدينا في كتاب الله وفي سنة رسول الله نحن نعلم علم اليقين أن هذا الاحتلال إلى زوال بشرنا به بنص القرآن ونعرف هذا جيدا ولهذا يتمنى أن تكون أنا أتمنى أن تكون الجولة الأخيرة أيضا الجولة الأخيرة ولكن شريطة أن نحرر أرضا شميل جدا كيف ترد رامي؟ أرد أتحدث وكأنه سنة 1950 بس خلونا بالتاريخ كثير نتحدث اليوم نتحدث اليوم أين هذه الحركات المقاومة التي يتحدث عنها؟ كيف يستطيع أن يقنع هذه الجماهير التي تموت في سبيل لا شيء؟ يقاومون وفلسطين تخسر يقاومون ولبنان يخسر يقاومون والمجتمع العربي يخسر وإسرائيل تزداد قوة وتربح 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 ويقولون لنا بأننا سنزيل إسرائيل كيف ستزيل إسرائيل؟ ستزيل إسرائيل بأن تقول لي بأنك تريد أن تقاتل هذه الدولة التي تعتبر أنت بأنها ستزال من الوجود وفقا لمشروع ديني معين بأن تكون صاحب رؤية لها علاقة بإيديولوجيا إيرانية وتريد أن تلصقها على العالم العربي وتقول لهم تحت شماعة فلسطين تعالوا لنحرر فلسطين أتى المجتمع العربي بمشروع حل سلمي ولما اقترب من تحقيق هذا الحل قمتم وبالاتفاق مع إيران بما قمتم به فيما سميتموه طفان الأقصى وحولتم غزة إلى مدينة أشباح وقتلتم الأطفال أنتم مسؤولون عن كل طفل تم قتله أنتم تنفذون مشروعا إيرانيا فارسيا تحت شماعة فلسطين تريدون تحرير القدس لكنكم لم تستطيعوا أن تحرروا شبرا من غزة بعدما كنتم تسكنون وقتقتنون غزة مشروعكم فاشل لأنه بني على أطماع وليس على قضية حق فمن قال أننا نريد أن نحرر فلسطين من قالها يومك كان يريد أن يحرر فلسطين اتحمتموه بالخيانة اليوم مشروعكم إيراني وليس مشروعا عربيا ولا يمكنكم أن تقنعوا شعبكم بذلك اسمعني جيدا يا أستاذ العزيز لكي نكون واضحين حين تريد أن تحرر فلسطين لا يمكن أن تقضي على الفلسطينيين إذا قضيت على الفلسطينيين لا تحرر فلسطين لتحرر فلسطين عليك أن تكون عقلانيا عليك أن تقول هذه الإمكانيات وهذه الرؤية وهذه الخطة وهذا ما يملكه عدو الذي علي أن أحترم قدراته لكي أقاتله لا تقاتل الأف خمسة وثلاثين بعصاية السنوار لكي تستطيع أن تحرر فلسطين عليك أن تبني استراتيجية صحيحة عليك أن تكون قادرا على تحصين غزة وغير غزة ولبنان وأن تكون كفوعا بالسلاح ليس بالنصوص الدينية تحرر فلسطين بالنصوص الدينية تتكلم من اليوم إلى الغد ويموت الأطفال ويموت القادة وتموت الشعوب وتنتصر أنت وتقول في الإعلام أريد أن أحرر فلسطين هذه شعارات إعلامية ممجوجة لم يستطع المجتمع العربي تقبلها ولن يستطيع تقبلها بعد اليوم وأنا أقول لك كلبناني كلبناني عربي أؤمن بخضية فلسطينية أكثر منك بكثير أنت الفلسطيني لأنني أعتبر جيدا بأن تحرير فلسطين واجب علي ليس قتل أطفال فلسطين وليس تدمير فلسطين وليس محو فلسطين وأعطاك سكبراء للإسرائيلي بأن يقوم ما يقوم به تحت مرأة من العالم العربي وتصفيق دولي وتصفيق في الكونجرس الأمريكي لم يلقاه أي زعيم عالمي كيف يمكنك أن تفسر هذا الجنوح والجنون العربي وأنت تقول لي تحت نصوص وخلال نصوص ليس هكذا نحرر فلسطين مع احترامي لك كيف ترد؟ الرد سهل جدا الأخ تجاوز التاريخ تماما فغزة التي كانت بحوزتنا أخذناها بالسلاح وبالشهداء وبالعمليات الاستشهادية أما عقلك فلن ينفعك أمام البندقية لأنه إذا جاء قومك عقلك ما بنفعك لما تكون أمامك البندقية طلقة واحدة تطير عقلك الذي تتكلم فيه هذا كله ياته وصلت الطلقة لا تقاوم إلا بالطلقة الرصاصة تقاوم بالرصاصة الرصاصة الرصاصة تقاوم به أي رصاصة تضحك على مين أي رصاصة بس بدون مقاطعة بس بدون مقاطعة عطيه شوية تفضل غزة حررت بالدماء تفضل طيب بس خليني الآن يا دكتور كي لا نأخذ الماضي خليني الآن بالآن بالآن طيب بالآن طيب يقول لك الرجل يقول لك الرجل ماذا بقي يعني المستقبل المقاومة نحن الموضوع مستقبل المقاومة ماذا بقي من غزة ماذا بقي من شعب غزة ماذا بقي من جنوب لبنان الآن الدور على سوريا الحوثي تقول للحوثي اليمن يموت من الجوع الأطفال يتدورون جوعا يجندون الأطفال العراق بنفس القضية ميليشيات صادرت الدولة ونهبت الدول وسيطرت على الدول وذبحت الشعوب وأغرقت المنطقة بالمخدرات كيف تتصور أن هذه المقاومة ستنجح تجار مخدرات معظمهم كيف ترد أولا أنا لا أصبح بجر الحديث باتجاه إيران ومحور إيران ومحور لا لا هو حاول أن يجعل أنا لا أتكلم هذا عمر واقع يا أستاذ أنا أصبح وأنا أقول ما أشاء لي أنا أقول ما أشاء وصلت أنت تريد أن تغلط التاريخ إيران اللي يتحدث عنها جاءت ثورتها في أواخر السبعينيات أين نحن وأين أنتم أتحدث اليوم أتحدث اليوم أتحدث اليوم أتحدث اليوم بس يا رامي خليك رامي خليك أنت اليوم تتكلم لي عن غزة من الذي دمر غزة من الذي دمر اليمن سؤال قبل أن نتحدث من الذي دمر اليمن أليس صراع الأجندات طيب سؤال أليس صراع الأجندات هو الذي دمر اليمن يا أستاذ طيب من دمر غزة من دمر غزة اليوم المغامرون أنا غزة كانت مقدمة على حرب ضروس علم الغيب علم الغيب علم الغيب. غزة كانت مقدمة على حرب ضروس. المقاومة لديها أجهزة أمنية قوية جدا. استطاعت أن تصل إلى قلب الكيان. وتصل كل يوم إلى قلب الكيان. سمح لكم الكيان أن تصل إلى الداخل. سمح لك أن تصل. يسمح لأمثالك بأن تصل. واضح في الحرب إلى أين وصلتم في الحرب. لم تصل إلى أي مكان في الحرب. لم تصل إلى أي مكان. دقيقة رامي. أصلحوا عن عكونا فلسطينيا. أصل منك. لأنني أحب فلسطين. وأوامل بتاريخ فلسطين. بس رامي. لا أسرح أن يقول ذلك. بس خليكم. بدليل أنه قال. أنه ذرة رامل من لبنان عنده أقدس من القدس. وأقدس من قدس الأقدس. كله لقاءة موجودة. أنا لبنان وأفتخر بذلك. إذا كان لبنان يعني أكثر من فلسطين. هذا لا يعني أن فلسطين لا تعنيني. بس يا رامي. رامي خليكم. نزور. نحن ندافع ودافعنا عن لبنان أكثر منها. أنت ختلق لبنان. أنت ختلق لبنان. يا رامي. أنت ختلق لبنان. ونحن نتخوام لبنان. ونحن نتخوام لبنان. رامي. رتفعنا شهداء. أخرج كبسك من لبنان. رامي. رامي. خليكم. نحن موجودون نازلنا بأسلعاتنا ببنادقنا موجودون. بفضلات. الخلاصة. بس يا وبني على سؤالي. ما أنا أقول لك. أنا أعطيك وضاء. أنا أقول لك أنت تكون غزة تدمرت. غزة هذه حرب. أنت تريد أن تقاتل دون أن تدفع ثمن. متى حررت هذه المنطقة كلها عبر التاريخ إلا بالدماء؟. متى حررت هذه المنطقة؟. يا أخي الحروب الصليبية. الغزو الصليبية. ست ملايين. ست ملايين. ما هي نتيجة؟. في سوريا. في اليمن. في العراق. عطيني على الأرض. تشريف. ماذا بقي من لبنان؟. نتيجة مقاومتنا قولا واحدا تحرير. ووصول إلى حرية. ووصول إلى كنسيات محتل. ماذا حققت من ذلك؟. حاصل بداعك. هذا حاصل. وهذا يحتاج إلى مراحل الإعداد الذي كان يتم من اليوم. أنت أستاذ فصلا تريد أن تحدثني عن الخسار. لكنك لا تريد أن تحدثني عن المكاسب نيائيا. طيب. عطيني مكاسب. أنا أعطيك مكاسب اليوم. أنت اليوم العالم كله. كله بقضه وقضيضه ويجوشه. لم يستطع حتى اليوم بعد 14 شهر. أن يخضع هذه المقاومة في قطاع غزة. لم تخضع هذه المقاومة. الناتو. كل طيران التجسس. بريطانيا قامت بأكثر من 73 ألف طلعة تجسسية على العالم. وما زالت صامدة. وما زالت غزة صامدة وتقاتل اليوم. وما تزال غزة إلى يومك هذا. وما زال حزب الله صامدة. وما زالت غزة إلى يومك هذا. يخرج المعاقب منهم. ويضع القديفة في قلب الدبابة. وهذه اللقطات تراها بشكل يومي. ولو لم يكن لدينا جهاز إعلامي يصور. لكان كلامهم اليوم. خلاص معمول به. نحن كل يوم عندنا عمليات مسجلة. موثقة تخرج الإعلام. هذه العمليات التي تخرج. تقول لك بأننا موجودون في غزة. وأننا أحياء. وأن نتنياه مكسور. وأن جيشه مكسور. وأنه مهزوم. وأنه يبحث عن خروج من ورطته ومن مأزقه. وأنه يريد أن يخرج بمكاسر. يعني بس البعض يقول لك يا دكتور. مشان رحلهم. يعني طوفان الأقصى. من أغرقه؟ هل أغرق إسرائيل أم أغرق غزة؟ طوفان الأقصى غير العالم. مش فقط فلسطين ولا غزة. سلامتك. يكفي أن يخرج إليك الأمريكان بأنفسهم. والأوروبيين بأنفسهم. يقول لك لقد حررنا طوفان الأقصى. لقد كنا نفكر داخل صندوق لا يصبح لنا بأن نخرج منه. اليوم أنت ترى الأوروبية. ترى الأمريكية. ترى الكندية. ترىها تخرج. وهي تخرج في الشوارع لترفع عالم فلسطين. وتلبس حتى فلسطين. قضية فلسطين قبل الطوفان كانت في حالة موت سريري. فجاء الطوفان الأقصى بحالة الإنعاش. وأحيى القضية من جديد. وعادت تتصدر القضايا العالمية من جديد. جميل جدا. رامي هل تستطيع أن تنكر أن تقادم من لبنان؟ إسرائيل اغتالت معظم قيادات حزب الله. إسرائيل عملت ما يسمى بواقعة الشسم هذه البيجر. وفعلت الأفعيل. هل توقفت المقاومة في لبنان؟ ألا يزال لبنان أو المقاومة الوطنية اللبنانية أو المقاومة سميها ما شئت. ألا تزال صامدة حتى هذه اللحظة؟ ألا تزال صواريخها تصل إلى قلبة الأبيب؟ إلى حيفا؟ إلى كل هذه المناطق؟ هل تستطيع أن تنكر ذلك؟ أريد أن أسألك. يقول لك الرجل أنتم تصورون لنا أن المقاومة هذه آخر جولة. يا رامي. أنت تعلم التاريخ لا يقاس بمعركة هنا وحرب هنا وحرب هناك. التاريخ طويل جدا. طويل جدا. ولا تستطيع أن تحكم على كل شيء من خلال ما حدث الآن. يقول لك. إذا كان العدو منتصرا حقا. فلماذا لا يعني الانتصاره؟ لماذا لا يحتفل بالنصر ويوقف القتال؟ لماذا يرد نتنياهو أن القتال مستمر حتى تحقيق النصر؟ هذه الأسئلة. إذن المقاومة ليس كما تزعمون بأنها انتهت. وإسرائيل ستجرفها. كيف ترد؟ بكل بساطة وبكل هدوء. عندما قلت لضيفك الكريم بأن إيران هي من تقف خلف كل هذه ما يسمى بأحركات المقاومة انتفض من مكانه. وأنا أملك الدليل القاطع ليس فقط دليل القاطع. وهو أصلا ليس هناك من دليل قاطع مخفي وواضح. سأقول لماذا؟ أولا لا شعوب مقاومة لا مقاومة تصمد وتستمر عندما يكون شعب هذه المقاومة ليس مع هذه المقاومة. وين؟ في لبنان. أيها. من يخف إلى جانب حزب الله بيعت حزب الله الشيعة في لبنان. وليس اللبنانيين. اللبنانيون. ليس الوطن اللبنانيون. اللبنانيون بأكثريتهم الصاحقة ضد سلاح حزب الله. فإذن فقدت شرعيتها المقاومة أولا. ثانيا عندما سقط حزب الله فعليا. بعد قتل حسن نصر الله. وبعد تفجير البيجر. وبعد قتل قادة الردوان. وبعد وبعد وبعد. ماذا حصل؟ أتى وزير خارجية إيران. ومستشار خمينئي. وعلى شوية رح يجي خمينئي شخصيا إلى بيروت. ليقولوا لرئيس بجلس النواب. إياك أن تستسلم. نحن موجودون. هذه مقاومة لبنانية أين؟ وبماذا تمثلني؟ وكيف استطاعت الصمود؟ أنا أقول لك بالفم الملآن. نحن لا نريد حربا مع إسرائيل. سمعني جيدا. نحن لا نريد حربا مع إسرائيل. نحن نريد أن نعيش بسلام. أنا أريد أن أكون مثل كل الدول العربية. التي تصنع من أبناء قيمة. لا أريد أن أصنع من أبناء فحمة. طيب ماذا يفعل في غزة؟ ماذا يفعل الفلسطيني في غزة؟ سأعود إليه. سأقول له بالفم الملآن. غزة التي تتحدث عنها أن المجتمع الدولي اليوم يذكرها. وكانت القضية الفلسطينية ماتت سريريا. باتت وباعتراف دولي. وبصمت دولي. غير موجودة على الخارطة. باتت غزة. مساحة. مساحة غالية من الحياة. أنتم عشر عشرين مئة لا تزالون إلى اليوم. وإسرائيل تلاحقهم. لم تعلن النصر لأنها تريد أن تحقق أهدافا إضافية. ولكن ماذا حققتم أنتم؟ ماذا حققتم حتى اليوم؟ ماذا حققتم كل أين القضية الفلسطينية اليوم؟ عندما نذهب إلى التسوية وعلى المفاوضات غدا. أين ستكون حماس؟ من سيقف إلى جانبها؟ سيعطي الرئيس الفلسطيني الشرعي إلى المفاوضات. ويعطي المجتمع الدولي إلى المفاوضات. أما أنتم فستسجسون في كتب التاريخ. لنقول كما يقول لنا. اسمح لي. أنا لم أقطعك. أنا فطم أقطع فطعك. لنقول لكم. دمرتم غزة. قتلتم القضية الفلسطينية. شردتم الفلسطينيين. اسمح لي جيدا. أنا أقول لك. ضميركم سيعذبكم حتى بعد الموت. على العكس تماما. والحوثي لماذا تتجاهل ما يفعله الحوثي؟ الذي أصبح جزءا لا يتجزأ من محور المقاومة. هذه منظومة. الحشد الشيعي أو الشعبي في العراق. منظومة مخربين بدأت بحزب الله. وانتقلت من حماس إلى الحشد الشعبي إلى اليمن. إلى كل هؤلاء. يعني نفخوها 40 سنة وفشوها بأسبوع؟ وراحت. خلصت. أخذت مع إسرائيل شهر. كانوا خلصوا كلهم. وحيدعيب. لأنه ما عملوا حساب معميل على الأنين. نفكر حاله عمل مشكلة بقلب فلسطين. أنت بدك تحارب إسرائيل. مع هالتطور وهالتكنولوجيا وهالقوة الدولية. وتاخد شعب على الموت. على الانتحار والقتل. أنت عامل مسؤولية ناس. عم تنوضها لتعملها وخود. لتحقق مكاسب أنك أنا حماس. أستطيع أن أحكم غزة. الفلسطينيين. مش حماس. فلسطينيين. غزة وحكم. طيب ماشي. قل لك رئيس الشرعي. طيب. رئيس الشرعي المعطل لانتخابات. هيا هذا شيء. فلسطيني لا بدك تفيد فيها. يا حبيبي. أنا عم بحكة مشتنعة الدول. لا بدك تفيد فيها. لا بدك تفيد. مشتنعة الدول المعطل فيك أو فيك. أول رئيس حكومة شرعي في فلسطين. هو الدكتور إسماعيل هنية رحمه الله. الذي جاء بانتخابات. وفاز بأغلبية. وشكل الحكومة بمفرده. هو وحزبه. هذا رد عليه بأن الحاضنة الشعبية في فلسطين معروفة أين توجهها. في صناديق الاختراع. بس دقيق. لا تقاطع يا أخي رجاء. ففي الانتخابات. لا تقاطع يا أخي. ففي الانتخابات. بفضل الله صناديق الاختراع أتت بناء. وفي السلاح. الشعب الفلسطيني كله يصوّط لصالح سلاح المقاومة. هذا كلام لا يختلف عليه اثنان. فضل الدكتور. بس بديس لك يا دكتور. نحن على الأرض. أنت متفائل جدا بمستقبل المقاومة. طبعا متفائل. لماذا لا ننظر إلى الأرض؟ طيب. ماذا بقي من محور المقاومة؟ إذا إيران الآن. رئيس الإيراني يتغزل بالأمريكيين. أحبايبنا. أحبايب قلبي إذا صح التعبيره. يتغزل بالأمريكان. ولا يريد حربا مع الأمريكان. ولا يريد إلا السلام. طيب أنتم كنتم تقولون لنا أن العرب خذلوكم. ولم يبقى إلى جانبكم إلا إيران. طيب الإيران الآن باعت. باعت. حتى باعت الأقرب منكم لها. ألا وهو حزب الله في ماذا فعلت لكم إيران؟ إيران خرجت من المونديال. النظام السوري. النظام السوري الذي كان يرفع شعار محور الممانعة والمقاومة. أنت تعلم أكثر مني. لم يسمح بشار الأسد بمظاهرة واحدة تخرج لصالح غزة. منع السوريين حتى من الدعاء لغزة في المساجد. يختبئ بمكان ما لا أحد يسمع صوته. لا أحد يسمع صوته. الإسرائيليون يتوغلون يوميا في الأراضي السورية الآن. وجيشه الذي يستنزف 80% من ميزانية سوريا. لا يستطيع أن يرمي الزهرة. دقيقة. على الإسرائيليين. كل فرط من الذي يوشي بالقيادات الفلسطينية في دمشق. والقيادات الإيرانية. والقيادات اللبنانية. هل شاهدت إسرائيل تغتال ضابطا واحدا من الجيش السوري أو من المخابرات السوري؟ أبدا تغتال فقط الفلسطينيين واللبنانيين والإيرانيين. طيب من بقي لكم؟ هذه سوريا تحولت إلى خنجر النظام السوري. تحول إلى خنجر مسموم في خاصرة كل حركات المقاومة. على شو مراهن أنت؟ وإيران بعدكم. ماشي؟ والعرب يريدون التخلص منكم. اسمعت شو قال هذا كتاب وودورد بالحرب قبل أيام. على شو مراهن أنت؟ على شو مراهن لم يبقى لك سلاح؟ أولا أنتم لا تفصلون ما بين الشعوب وما بين الأنظمة. وهذه نقطة ترامهم. شو بدأت سوي لك الشعوب يا زلمي؟ أخي بتسوي لي؟ أنا بالنسبة لي امتداد في عمق الشعوب وموجود في عمق الشعوب. والشعوب اليوم تقف معي بفضل الله بيقضيها وقضيضيها. هذه وجهة نظرك. أنا لم أتحدث بعد. تريد أن تأخذ الحلقة. ندرك لك الحلقة وتتكلم بمفردك. الخلاصة دكتور فيصل. أولا أنا لست مسؤولا عن الرئيس السوري. ولا عن جرائمه ولا عن جرائره ولا عن فعله ولا عن كذا. واخذها مني. واخذها مني. لا 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 ما هو شعوب. هو النظام السوري. ما حتقلك أنه هذا داخل في وحدة الساعات. وليس له علاقة. ولم نسمع له ركزة. من بداية الطفان الأقصى إلى اليوم. أصطن هو على خلاف يوم ما خرجت حماس من سوريا. اتحمها بالغدر. ولا يزال على موقفي. ولا يزال على موقفي. بدل أن يكف معها اتحمها بالغدر. لا شك في ذلك. لا يختلف على هذا اثنان. اليوم أنت لما تتحدث معي. أنا أراهنه على المقاوم الذي صنعته. والجند الذي تعبته عليه. أنا شغال على جنودي من 1987. من الانتفاضة الأولى. وأنا أربي جيلا. يحمل سلاحا. يقاتل لا يستسلم. هل سمعت عن رجل في غزة استسلم؟ هل سمعت عن رجل في غزة سلم سلاحه؟ هل أتتك إسرائيل بصورة رجل استطاعوا أن يأسروه بسلاحه من داخل قطاع غزة؟ لطنطن عليها الإعلام الإسرائيلي وإلى يوم الدين. هذا غير موجود. نحن ربينا جيلا لا يعرف الاستسلام. ربينا جيلا بفضل الله سبحانه وتعالى. ماض على هذا الطريق. بس خلينا. ممكن أن يسألك سؤال. أنت تسأل لي العمق الإيراني وأنت مصمم. أولا إيران. إيران جزء من دعم المقاومة. أنا أتكلم عن المقاومة في فلسطين. جزء من دعم المقاومة. منفذ واحد هذا الدعم. لكن نحن الدعم نعرف من أين يأتي. ونعرف من الذي ساهم بالحد الأكبر. والقدر الأكبر من دعم فلسطين ودعم مقاومتها. لذلك اليوم أنت ترجعوا وتعيدوا للمشروع وتسلموا لي لإيران. طفال الأقصى. أكانت إيران تعلم عنه شيئا؟ أنتم تناقضون أنفسكم إذن. إذا كانت إيران تعلم وهي مخترقة من رأسها حتى أخمص قدميها. كيف لم يسرب الخبر للأمريكي؟ كيف لم يسرب الخبر الإسرائيلي؟ المقاومة في لبنان كلما كانت تقول والله يجيبون منذ اليوم الأول. ويقولون أنتم لم تستشيرونه. وصلت إذن هذا قرار فلسطيني داخلي. طفال الأقصى كان قرارا من أهل غزة. يعلمونه ويعلمون تبعاته. ونحن منذ اليوم الرابع والخمس. تعلمون تبعاته؟ نعلم تبعات هذا الطفال. ونعلم أن هذا الطفال ماضي وسيستمر. وهذا ليس كلامي. كلام أبو إبراهيم رحمه الله. الشهيد القائد يعي السنوار الذي استهز أبيه. ضيفك. هذا الرجل الذي علمني أن القيامة إذا قامت وفي يدك عصا فرمي بها عدوك. هكذا علمني السنوار. الذي يريد أن أقول اليوم أننا خلقنا بفضل الله وصنعنا ونصنع أجيالا. اليوم يخرج الشباب في المقاطع ويتعمدون أن يقولون أننا دفعة 2024. نحن تحت الضرب وتحت الاستهداف وتحت القتل وتحت هذه الهجمة العالمية الشرسة التي تستهدف القطاع. نحن نخرج مقاتلين الجدد بفضل الله سبحانه وتعالى. وهم ماضون ولن يتوقف آخرهم حتى يرفع الراية على أسوار المسجد. هذا الكلام جميل. بس دعني أسألك سؤال أنتم ترنون بأعينكم المتفائلة إلى المستقبل. سؤال يسأل الآن الفلسطيني واللبناني واليمني والعراقي. ماذا جلبت حركات المقاومة في تلك البلدان لشعوبها وبلدانها غير الخراب والدمار والتشريد وإلى مهنالة. منذ كلهم وضع اليمن وغزة ووضع بيروت ووضع بغداد. أنت تعلم كلها أصبحت مضربا للمثل. عاصمة بغداد أنت تعرف عاصمة بدون ما قل لك. عاصمة مشهورة بشوء. وكله بفضل حركات المقاومة كما يقول لك بعض الساخريين. كيف ترد عليهم؟ الأمر بسيط جدا. يمن الفقر والذل الذي تتحدث عنه يغلق باب المندب منذ 14 شهر. يمن الذي تتحدث عنه أصبح يرمي الصواريخ الفرد الصوتية وتصل إلى قلب تل أبيب. اليمن أوصل مسيراته إلى تل أبيب. اليمن استطاع أن يأصل غواصات اليوم تستطيع أن تستهدف المدمرات الأمريكية. ولما خرج اليمن حقيقة المدمرة السابقة الأمريكية التي استهدفت قبل أن تأتي أبراهام لين كولينز. لماذا جاءت أبراهام لين كولينز؟ لأنه تم سحب المدمرة السابقة. أبراهام لين كولينز كانت قبل بضعة أيام. بسبب الأيام. تمام. قبل بضعة أيام أبراهام لين كولينز كانت في اشتباك لمدة ثماني ساعات باعتراف الأمريكان أنفسهم. ثمان ساعات وهي تشتبك. اليوم البيتو. البيتو الشبحية. اللي هي البيتو القادمات الأمريكية. هل يبقى عندهم إلا النووي؟ كل هذا الأسلحة اليوم رموها على اليمن؟ هل قدمت؟ هل أوقفت صواريخ؟ رامي هل تستطيع أن ترد على هذا الكلام؟ دقيقة. خذ لي كلامه عن اليمن للدكتور. اليمن. خذ لي ماذا فعل حزب الله. لا تستطيع أن تنكر. بالرغم بكل. أستطيع أن أصوب. هات لشوف اليمن. حزب الله. العراق. الميليشيات. التي ترسل طائراتها إلى قلب تلبي. لأدخل إلى كل فصيل بدوره. أولا نحن في لبنان وأنا قلتها وأكررها وأعيدها ميرانا وتكرانا. نشكر يحيى السنوار. ونضع صوره في بيوتنا. لأن بفضله انتهينا من كل هذه الحركات. وسأنتقل لأقول لك ماذا حدث في لبنان وفي الأمان. في فلسطين تحدث عن فلسطين ما شئ. أنا يعنيني لبنان بالأول. وثم أنطلق لأقول لك ماذا فعل بكم حزب الله. اليمن. هذا الشعب الفقير. الذي يملك مقدرات. تجعل من أي يمن قوة بحد ذاته. أين هم؟ باذا يتعلمون؟ باذا يفعلون؟ ماذا يأكلون؟ الإجرام والقتل؟ ماذا يأكلون؟ أصبعوا هيئك العظمية. يقاومون لعجل من؟ لعجل من؟ اليمن يقاوم لعجل فلسطين؟ اليمن هو أداة بيد إيران علنا فوق الطاولة. الحوثي هو نسخة مصغرة عن الخمنائي. هو شبيه نصر الله. أين فلسطين بالموضوع؟ تضحك على الناس؟ تضحك على الناس؟ تضحك على الناس؟ اسمعني جيدا. لم أخطعك. اسمعني جيدا. في العراق. ما سيحدث في العراق؟ عندما تطلب إيران من الحج الشعبي يتصرف. وعندما لا تطلب إيران ينسى فلسطين والقدس وغزة والتاريخ. أنت تتحدث مع من يعرف جيدا ماذا تقول. وأعرف أنك تتحدث إلى الثجج من الناس الذين يستطيعون أن يقتلعون بكلامك. أما نحن اختبرناكم ونعرفكم جيدا. ونعرف ماذا تريدون. مثل المعمم تماما. بنفس الصينة ونفس الصوت. أنتم سمعني جيدا. أنتم حولتم لبنان إلى مزبلة. نرى ونسمع. إلى مزبلة. سنحارب بالقول والفعل والإرادة الدولية والدبلوماسية والصمود المبني على احترام التنوع بالعالم العربي. ولن نرضى يوما بأن نكون أتباعا لا لنظام فارسي ولمشروع فارسي ولا لغيره. وأنتم سيأتي اليوم مقريبة جدا. ستتذكرون فلسطين وغزة وتندمون على ما فعلتم. طيب إذن هذه الحركات لم تقدم شيئا. ولم تقدم. كل اللي فعلته فعلوه الحوثي كما قال لك. يا رجل أكبر حاملات الطائرات الأمريكية التي لم يتجرأ. غدا صباحا يا رسل. حولتها إلى خردة. غدا صباحا. غدا صباحا. غدا صباحا. يقول الخامنائي اتفقنا مع أمريكا. لا يمكنك أن تستضيف ضيفك اليوم. لأن اليمن والحوثي والحجد الشعبي وحزب الله وكل حركات. وبشار الأسد وكل هؤلاء سيسجدون أمام هذا الاتفاق. وتنتهي كل ما تسمى مقاومة. وتبقى فلسطين محتلة وتحتاج إلى من يدعمها بالمال. وبالسلاح إذا وجد ذلك. هذا الحديث. سلاح شو عندك تخبيه سلاح شو. سلاح شو عندك تحارب. سلاح ليس هلماي? أنت لا تري أن تحارب. سلاح ليس؟ أنا لا أريد أن أحارب. سلاح ليس عندك 80 عامة. أنا لا أريد أن أحارب. أنا أريد أن أحجم على أسرائيل من المبنائفة. أنا أحجل كلامك. بتأتي للناس وبيتقولون سلاح. يا رجل مين قتل الناس؟ سلاح شو يا حيي. من قتل الناس؟ أنتم قتلتم الناس. هجبتم على أسرائيل. أولا. فضع. للمقاومة الفلسطينية أخذت إذن أحد في قتالها يوم قامت. ولا مضت. ولا هي تأخذ إذن أحد اليوم. المقاومة الفلسطينية ماضية إلى أن تحرر آخر حبة رمل من تراب فلسطين التاريخي. الذي نعرفه. هذه الأولى. وأما الثانية. أنت تريد أن تختصر حتى لبنان. كلها تريد أن تختصرها بحزب الله. فالغير 13 فصيل اليوم يقاتل حامل سلاحي وحامل بنادق ويقاتل تحت عمر حزب الله. بس دقيقة. بس دقيقة. يا رامي. أخطئ تماما. بس هذه النقطة. أريد أن تجيب عليها. بس يا دكتور. هل تستطيع أن تنكر أن هذه الحركات التي ترفع شعار المقاومة. هي عبارة عن حركات مقاولة في واقع الأمر. تقاول على بولتانها. على أوطانها. على شعوبها. دقيقة. بس دقيقة. دقيقة. السؤال المطروح. هل تستطيع أن تنكر أنها ابتلعت الدول؟ لبنان. من الذي ابتلع لبنان سويسرا الشرق. الذي تحول إلى ما بدي يقول لك شوية. قبل ما يقوم حزب الله وينشأ. كانت سويسرا الشرق مدميرها شارون. دمروها الفلسطينية. بس احتلونها شارون. بس دقيقة. رامي. خليني أكمل. مع النالة. من الذي يحكم العراق؟ هل هناك دولة في العراق؟ من يحكمها؟ أليست الميليشيات؟ لا. من الذي يحكم؟ وهذا الخطأ. الجمع ما بين الجميع. والأخ يقول بضع مئات موجودين في غزة. الأخ يقول بضع مئات يقول موجودين في غزة. البضع مئات اللي بتكلم عنهم. 2 مليون غزة ومش قادرين يشيلوا بضع مئات. هذا السؤال نطرحه نحن. ما الذي يجبر الفلسطيني على أن يخرج من تحت أنقاض القصف؟ ويقول لك بالحرف الواحد. فدى المقاومة. فدى فلسطين. فدى القدس. ما الذي يجبره؟ خاف الله خايف أن حماس تطلعه من تحت الأنقاض. وتخيبه وترعبه وتضع عليها على رأس السلاح. إن قال غير ذلك. الناس كلها التي تخرج من تحت الأنقاض. لا تقول إلا كلمة واحدة. فدى القدس. فدى فلسطين. فدى المقاومة. إذن الكلام عن أن هذه الحركات تغتصد بلدانها. كلام عار عن الصحة تماما. ولولا الحاضنة الشعبية في غزة. لم صمدت حماس أصلا. ولا لا؟ 100%. كيف ترد؟ أرد أن عندما قرر حسن نصر الله أن يقوم بمساندة غزة. وأعلن تلازم المسارين. لم يستشر المجلس النواب الحكومة اللبنانية. رغم أنه يملك الأكثرية. لأنه يعلم بأن الشرعية لن تعطيه. الإذن. فهو اغتصب قرار لبنان بالمشاركة. وفي غزة. وفي غزة. كيف؟ هل هؤلاء الملايين. الألاف الذين قتلوا. الذين استشهدوا. الذين تم إبادتهم في غزة. أعطوا الإذن. لكي يقوم السنوار بما فعله. هم يقولون. نريد أن نحرر فلسطين. ونريد أن نصل إلى حقوقنا. ولم يقولوا نريد أن نموت. وإلا كانوا ذهبوا إلى الموت برشليهم. ولم ينتظروا الآف 35 تقتلهم. هذا قرار اتخذه السنوار بالتنصيق. وأؤكد لك بالتنصيق. مع من يريدون أن ينتهوا من القضية الفلسطينية. ولأن أجزهم. يعني تريد أن تقول أن هذه الحركات في اليمن. في فلسطين. في لبنان. في العراق. هي التي تقدم بلدانها لإسرائيل كوليمة؟ هي قبل هذه الحرب. كانوا حرس حدود. جميعهم كانوا حرس حدود. يخينا من 2006. لا يوجد طلق نار. حزب الله عامل اتفاق مع إسرائيل. بفلله أسير. بنزله مدر الشهور. ما يبي يعمل إيه؟ وما ننسى كارش. حق الكارش اللي بيعطى غاز لبنان. حق الكارش والفخورة. عامل الفخورة. تلعب الطيارة بقرار من حزب الله. كانوا حرس حدود. هؤلاء يضحكون على شعبهم. وأنا هذا ما دائما أقوله. الشعوب تطورت. لم تعد تتقبل كل هذا. خاصة بالتحديد. بالأخص بعدما تأكدت هذه الشعوب بأن مصيرها الموت. وإزالة إسرائيل من الوجود كذبة لن تتحقق. وبأن هذا المشروع بات من الماضي. جميل جدا. تتحدث عن أن هناك شرعية للمقاومة في كل مكان. مثلا. بفلسطين. بس بغزة. هل لديك شرعية إلا في غزة التي لا نعرف عنها كثيرا كما يسأل البعض؟ هل أعطاك الضفة الغربية والشعب الفلسطيني في الضفة؟ هل أعطوك الشرعية لتفعل ما تفعل؟ هل عرب إسرائيل أو عرب الداخل هل أعطوك الشرعية؟ هل الفلسطينيون في الخارج أعطوك الشرعية؟ نحن نتحدث عن شعوب فلسطينية وليس شعب فلسطيني. فلماذا تصادرون المقاومة؟ كما يقول لك حزب الله يصادر المقاومة. وكما يصادرها الحوثي. هو مسؤول عن كلامه. لست مسؤول عن كلامه. الخلاصة لما تتكلم عن الضفة الغربية اللي مقدمة أكثر من 1200 شهيد من بداية الطوفان إلى اليوم. لما تتكلم عن الضفة الغربية اللي فيه كل يوم فيها عمليات. لما تتكلم عن الثمانية واربعين اللي من بئر السبع من بيت واحد اثنين. فيه إخوان قاموا بعمليات. وهم من عامل عرب الداخل. لما تتكلم عن سائق الشاحنة اللي من عرب الداخل اللي قام بدهس. وقتل أكثر من ستين صهيوني. تمام؟ هذا كله من وين؟ شميل أسألك هذا السؤال للرد على الذين يقولون هذا الكلام. أليس هذا استفتاء؟ أضف إلى ذلك. بالله لك العشرات ومئات الألوف والملايين التي تخرج في صنعاء وتخرج في عمان وتخرج في الشوارع من 14 شهر لم تتوقف يوما واحدا. ولو سمي حدث للشعوب الأخرى أن تخرجت لخرجت بالملايين. لخرجت عن بكرة أبياء. هذه الشعوب أليس هذا استفتاء؟ أليس هذا استفتاء على الجهاد والمقاومة وحق تحرير المصير؟ الذي يجب حقيقة الأعراف الدولية والقوانين الإنسانية. قبل الأديان السماوية كلها أعطتنا هذا الحق كلها. أضف إلى ذلك. أنتون لماذا تحبوا تختزلوا؟ هي حماس لحالة في غزة؟ أو الذي فيه عندنا أكثر من 14 فلسطين فلسطيني في غرفة مشتركة؟ كلهم يقاتلون ويقاومون بقرارة ويوحلون شرائح مختلفة. يوم الثلون اليساري ويوم الثلون العلماني. الجافة الشعبية والجافة الديمقراطية. عندنا الشيوعي وعندنا اليساري وعندنا العلماني وعندنا الليبرالي. كل هؤلاء مجمعون على مشروع الواحد. وهو تحرير فلسطين. وكلهم يقاتلون وتحت قيادة غرفة واحدة. غرفة الفصائل المشتركة في خطأ غزة. هذا الكلام رقم واحد. رقم اثنين. المغالطات التاريخية التي يقدمها في التاريخ الحالي القريب. اللي لسه لم يجف بعد حتى نتحدث عنه. قوات فجر في سوريا كانت تقاتل حزب الله. قوات فجر الجمعة الإسلامية في لبنان. لما بدأت قضية أحداث طوفان الأقصى. وبدأت الأحداث. كل قياداتها التي أعرفها وقابلتها. ومنهم من قتل ومنهم من لا يزال حيا يحمل مندقيته ويقاتل. ليش ألغيتها يا بالله عليك؟ ليش ألغيتها؟ عادت إلى لبنان. وقالت لحزب الله هذا ملف مؤجل. لو سمحت. ملف مؤجل. اليوم في عنا عدو إسرائيلي. بجد أن نلتهمنا جميعا. ثم عادت تقاتل. ليش ألغيت 13 فصيل فلسطيني يقاتلون في داخل لبنان؟ لماذا ألغيت هؤلاء؟ السراية، القسام، كتاب أحمد جبريل، الجبهة الشعبية، الجبهة الديموقراطية. بإذن من حزب الله يقاتلون؟ يأخذون إذن حزب الله يقاتلون؟ أنا أتحدث. هم تسألني لماذا ألغيتهم؟ لا قرار لهم. لا يُطلقون رصاصة بدون إسرائيلي. رصاصة واحدة. قلت لي كل الشعب اللبناني سألغيت الله. هؤلاء لبنانيون؟ فصاعر في الإسطنية اللبنانيون؟ هؤلاء لبنانيون؟ فصاعر في الإسطنية؟ يا رجل بقولك واتفجر. الجماعة الإسلامية في لبنان. أكبر مكون سني في لبنان. أكبر مكون سني في لبنان. عندنا نايب و الله شاطر عندنا تعرف كثير باللبنان عبر مكرم في لبنان جماعة الإسلامية لا تعرف شيء ظلم تصريحات سعد الحريري ماذا قال سعد الحريري دعونا نشبل سعد الحريري قال حزب الله حزب الله قتل رفيق الحريري أنا أتحدث عن موقف سعد الحريري من الأحداث الحالية الفيديو موجود لا أحد في العالم العربي يقول نحن ضد فلسطين نحن نستمع الانتحار بفلسطين حسكتك لكن لكن بسكتك وبسكت عشرة زي لكنني أحترم البرنامج باختصار الخلاصة باختصار بس بس خليني خليني لا لا لسه في وقت هذا الرجل يتحدث عن قضيتين وهذا الذي أعلمه الناس جيدا غزة عرض عليها خمسة عشر مليار وأن تكون سنغافورا الشرق الأوسط مقابل حط سلاحك السلطة قائضت هذا في الضفة وقبلت به بينما قطاع غزة لم يقبل نفس الكلام عرض على الحوثي اعتراف سياسي تمثيل اعتراف دولي نفتح لك المعابر نرفع الحصار رفض قال لن نتوقف باختصار المقاومة بما أن هذا موضوع الحلقة حركات المقاومة في كل هذه المنطقة إلى أين؟ حركات المقاومة إلى زوال وسنرى ما الذي سيحدث عندما تتفق المنظومة الدولية مع كل هذه المجتمعات وكل هذه الأنظم الموجودة في المنطقة ويذهب كل هذا الفريق إلى وصول إلى حل الدولتين أو إلى تسوية سياسية تعطي الفلسطينيين حقوق يقبلون بها سيصبحون خارج هذه المعادلة كل هؤلاء لأن المستقبل للسلام شبعت هذه المنطقة أن يسرقوا خيراتها ليعطوها لمشروع فارسي إيراني تحت شماعة فلسطين والقدس باختصار شديد العالم كله العالم العربي ذاهب وكان العالم لم يتفق ذاهب إلى التطبيع يا دكتور العالم العربي ذاهب إلى التطبيع كان ذاهب كان ذاهب وترامب قادم صفقة القرن واتفاقات إبراهام وكل ذلك لماذا تتفائل باختصار أنا متفائل لأنه أصلا ترامب الذي يتحدث عنه على قدر تطرفه اليميني على قدر ما هو يتعامل معنا من فوق الطاولة والتعامل مع هذا أفضل من التعامل مع من يتعامل معنا بجنة واحدة عن مستقبل حركات المقاومة حركات المقاومة إلى انتصار بإذن الله سبحانه وتعالى والأيام بيننا والعالم قد اتفق بقول لك لما يتفق العالم العالم قد اتفق عليهم وانتهى الأمر والعالم مدرك اليوم أن هؤلاء الناس الذين لا يعرفون الاستسلام ولا يعرفون إلا إما أن أصل إلى غايتي لن أبرح هذا الشعار رفع منذ أمد بعيد في فلسطين لن نبرح جبل الرمى نحن واقفون ثابتون صامدون وستتحرر فلسطين بإذن الله بعز عزيز أو بذل ذليل أشكرك جزيلا الشكر مشاهدي الكرام لم يبقى لنا أن نشكر ضيفينا الدكتور حذيفة عبدالله عزام ورامي نعيم نلتقي مساءة الأثى المقبل فحتى ذلك الحين وفيصل القاسم يحييكم من الدوحة إلى اللقاء لابدك لابدك